شركة OpenAI بتقدم منصة تفاعلية اسمها OpenAI-FM بتتيح للمطورين إنهم يجربوا النماذج الصوتية الجديدة لتحويل النص إلى كلام تاكستو سبيتش واللي موجودة في واجهة برمجة التطبيقات الخاصة بOpenAI ميزة منصة OpenAI-FM إن هي بتساعد المطور إنه يجرب الأصوات المتنوعة من خلال 11 صوت مدمج مختلف استماع وتفاعل يوفر تحكم كبير جداً في تحويل النص إلى كلام وده اللي حتشوفه مع بعض النهاردة وأيضاً تخصيص نبرة الصوت النماذج الجديدة بتتيح للمطور إنه هو يوجه النموذج يتكلم بطريقة معينة يعني مثلاً يتكلم بنبرة موظف خدمة العملاء المتعاطف مع مشكلة معينة أو إنه هو يتكلم مع شخص بشكل حماسي ودي طبعاً خطوة مهمة جداً نحو تطوير وكلاء ذكاء اصطناعي أو AI agents أكثر ذكاء عاطفي طبعاً خلال تعزيز التفاعل البشري ما بين البشر وما بين الآلة باستخدام البويس متابعي قناة انفو تكفريو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يارب تكونوا بخير وبصحة وبسلامة معكم مروة سليمان وفيديو جديد فيديو إن شاء الله يكون مفيد على القناة ما ترحوش في أي حتة هنرجع لكم مرة تانية عشان نتكلم عن Open AI FM ونشوف مميزات هذا الموقع الرائع المجاني والذي يدعم اللغة العربية وبيديني كمان أصوات تفاعلية ورجعنا لكم مرة تانية على قناة انفو تكفريو وحنتكلم عن Open AI FM كل اللي عليك إن انت حتروح للرابط الموجود في الوصف أسفل الفيديو ودي حتكون الواجهة بعد ما تفش على الرابط زي ما قلت لكم هي منصة مخصصة للمطورين فلو انت developer وعايز تشتغل على تجربة الnew text to speech model اللي موجود في الOpen AI API هو هنا بيقول لك start building from here وحتبتدي إن انت تروح وتشتغل على هذه الجزئة ولكن أنا هنا هجرب كend user عادي جدا عايزة أحصل على voice بالذكاء الاصطناعي من خلال النص بشكل مجاني وبشكل تفاعلي يعني عايزة الvoice يكون فيه تفاعل وحس إنه قريب للصوت البشري وأيضا مجاني زي ما قلت لكم فإذن أنا هستخدم على طول هذه المنصة من خلال الآتي من خلال الvoice الأصوات الموجودة أو اللي موفرها Open AI FM وأيضا هنا بالنسبة لي الvibe الvibe اللي هو هل الصوت يكون friendly هل dramatic هل angry هو ده الvibe بتاع الصوت وحتبص تلاقي سيء مثلا أنه أنا وقفة على vibe معين وليكن الvibe ده هنا طبعا تقدر تعمل refreshment عشان يطلع لك vibe جديدة سيء مثلا الفيتنس instructor هنا أعطيك تحتها في بعض الinstruction والتوجيهات الخاصة بهذا الصوت من ناحية الvoice high energy أكيد عنده energy البنكتشويشن الديليفري خاص بالصوت fast-paced and dynamic الصوت سريع بيكلم بسرعة بيكلم بشكل dynamic والtone positive كل دي حاجات خاصة بالvoice vibe اللي انت اختارته وهو الفيتنس instructor فاخد بالك هو هنا الموضل بيتعامل مع الفيب من خلال الانستركشنز والانستركشنز دي قابلة للتغيير يعني انت ممكن تروح تعمل edit عليها زي ما انت عايز بس هو هنا بيساعدك أو بيوريك كل vibe عبارة عن ايه فعايز تعدل فيها أو عايز سيبها زي ما هي دي حاجة راجعة لك يلا بينا نجرب مع بعض الاصوات المختلفة حبتدي احط معيكم هنا التكست اللي انا حجربه وياكن هذا النص نجحته في الامتحان وشعرت بسعادة لا توصف بعد ايام طويلة من التعب والدراسة شعرته اخيرا ان مجهودي لم تذهب سوداء ان مجهودي لم تذهب سوداء بعتذر هنا الطريقة فيها نوع من انواع الفرح والسعادة فهنا ممكن اشوف هنا اختروا emot teenager تعالوا كده نجرب مع بعض هنا الفويس حخليه الوي ونسمع مع بعض السود حيكون عامل ازاي نجحت في الامتحان وشعرت بسعادة لا توصف بعد ايام طويلة من التعب والدراسة شعرت اخيرا ان جهودي لم تذهب سوداء تعالوا نجرب صوت تاني خلي بالد شوف حاجة تانية نجحت في الامتحان وشعرت بسعادة لا توصف بعد ايام طويلة من التعب والدراسة شعرت اخيرا ان جهودي لم تذهب سوداء تمام يعني ممكن الصوت يكون حلوة اكتر ممكن نجرب حد تاني ممكن اجرب شمر وممكن ممكن اجرب الصوت ده واجرب الفايد ده نجحت في الامتحان وشعرت بسعادة لا توصف بعد ايام طويلة من التعب والدراسة شعرت اخيرا ان جهودي لم تذهب سوداء الصوت هنا سريع جدا ممكن نيجي نعدل تحت رابط فاير يتكلير هاخلي كلير مش عايزة رابط هاي انرجي اند برسويسيف مقنع مش عايزانا مقنع أصلا اخلي هابي اشيل حتة دي خلص ونشوف كده الصوت هاختار برضو الشمر واشوف كده بلاي نجحت في الامتحان وشعرت بسعادة لا توصف بعد ايام طويلة من التعب والدراسة شعرت اخيرا ان جهودي لم تذهب سوداء طبعا واضح ان ده افضل وهنا باين جدا التغيير او الادت اللي انا حطيته على الفايب اللي موجود تحت فانت تقدر زي ما انت عايز تعدل عليه وحتلاقي وتبتدي ان انت تنشئ الصوت مرة تانية او تعيد انشاءه مرة تانية هتدوس تلاقي فيه فرق ما بين يعني كل اللي انت طلبته تنفذ انا شلت الرابيت السرعة العالية قوي دي الشخص بيتكلم بيها وبالتالي الصوت بقى اهدى من الصوت الاول لو انت جيت قارنت ما بين الاتنين تعالى نحط نص تاني وانا هنا مصممة ان انا نركز على اللغة العربية على فكرة اللغة الانجليزية رائعة جدا ممكن نجرب في اخر الفيديو ولكن هنا انا مصممة ان انا اركز معيكم على اللغة العربية لان اغلبنا بيحتاج اللغة العربية هنا خليها كورل وبالنسبة لي الفيب المفروض ان فيه خوف خاليني في دراماتيك سلو دي بلي سيريوس ان دي ميستيريوس فير في خوف الاموشن فير نقرب كده مع بعض الصوت شعرت برهبة كبيرة عندما سمعت صوتاً بريباً في منبصف الليل قلبي بدأ يخفق بسرعة ولم استطع التوقف عن التفكير في اسوأ الاحتمالات تمام الصوت كويس يعني هو يعني يخوف وخايف لتنين حسن المشاعر هنا لازم تظبط قوي الانستراكشنز طبعاً زي ما قلتلك ولكن انت شايف قد ايه في ايموشن في الصوت مش صوت بقى روبوتك زي ما كنا الأول او اصوات اصطناعية يعني نحس ان هي اصوات قيلة زي ما كنا قبل كده بنشوف الاصوات ولكن زي ما انت شايف الصوت باللغة العربية تقدر تتحكم فيه كمان وفيه المشاعر بتاعة الصوت اللي هو الفايب بتختار الفويس المختلفة وبتعمل وزي ما انتوا شايفين انا باستخدامه بشكل مجاني وبنزل زي ما انا عايزة وانا من مبارح بصراحة بجربه وكنت نزلت على القناة الاخرى ايضاً فيديو عنه فباستخدمه من غير لمت يعني ما فيش اي مشكلة خالص في استخدامه طبعاً تقدر كمان ان انت تشير الصوت يعني تروح تعمل هنا share واللينك تقدر ان انت تشيره مع الاخرين لو انت حابه وزي ما قلتلك انت برضو بتنزله عشان اكيد انت اكيد هتتاجه فيه محتوى ما لو حتى انت عايز تعمل محتوى مش بصوتك عايز تحطه في presentation يعني ترفع ال audio تقدر ان انت تعمل الموضوع ده تعالوا بانجرم مع بعض تيكست بالانجلش يعني اخر حاجة هنعملها مع بعض النهارده هبتزي ان احط التكست بتاعي وهنا الصوت هخلي professional هخلي الvoice بلد نشوف النتيجة زي ما انت شايفين الجودة رائعة جدا الخاصة باللغة الانجليزية كما توقعت وفي حاجات اكتر كمان لو انت استخدمته كستوري لو انت استخدمت السبورت كوتش يعني في حاجات هنا ممكن تستخدمها لعمل المحتوى حسب اللي انت عايزه يعني حسب المجال بتاعك اللي انت فيه بشكل عام ده كان منصة النهارده من opening eye وهي opening eye FM opening eye طبعا بتعمل شغل حلو جدا بتوفر المطورين ادوات كثيرة وبتوفر المستخدمين ايضا بعض الادوات طبعا في ظل المنافسة الشديدة ما بين الشركات زي ما بقولك دايما المستخدم هو المستفيد من هذه المنافسة القوية زي ما احنا شايفين اتمنى نكون كل بنقدمه وبيعجبكم متنساش تعمل سبسكرايب لقناة واتفعل الجرس عشان يوصل لك كل جديد لو كنت بيشوفنا لأول مرة وعجبك المحتوى اللي احنا بنقدمه لو كنت متابعين العزاء ساشل لايك وشير وكممنت ضمتم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته